السلام عليكم يعطيكم العافية جميعاً طلاب التوجيهي الفروع الأكاديمية أنا مجد رح أكون معكم اليوم إن شاء الله بشرح قاعدة المضارع المستمر present continuous عنا هون present continuous اللي هي قاعدة المضارع المستمر في عنا form اللي هو شكل القاعدة عنا subject plus is أو am أو are plus verb ing عنا subject اللي هو الفاعل زائد is أو am أو are كمان شوي رح نعرف كل واحدة مع مين بتروح زائد verb ing اللي هو فعل ينتهي بing عنا هون اللي هي والشي والأت بيروحوا مع is اللي هما ضمائر الفاعل المفرد بتروح مع is عنا the way والwe والyou بتروح مع are اللي هي ضمائر الفاعل الجمع والi اللي هي أنا بتروح مع am بالنسبة للنفين عنا subject plus is أو am أو are plus not plus verb ing اللي هي subject اللي هو الفاعل زائد is أو am أو are زائد not أو ممكن نحكي isn't أو am not أو rent زائد verb ing ننتبه بهاي القاعدة اللي ها مختلفة شوي عن المضارع البسيط أو الماضي البسيطة لأن احنا كنا بهذه القاعدتين بحالة النفي أو بحالة السؤال دائما ما كنا نختار الفعل يكون بالحالة الأولى يعني verb one اللي هو الفعل أول خالي من أي إضافات ولكن هون بقاعدة المضارع المستمر الفعل بظل محتفظ بالing ما بشيلها أبدا بالظل موجودة نفس الشي بالسؤال طبعا احنا هون بترتيب السؤال أول إشي بصير في عندنا عملية تبديل بين الفاعل والأفعال المساعدة نلاحظهم بجملة النفي أو حتى كمان بالجملة العادية المثبتة التي تخلو من النفي أو السؤال أول إشي الجملة بلاش خطع لنا بsubject بعدين is أو am أو are لكن بالسؤال احنا بدلنا بيناتهم بيجي عندنا أول إشي is بعدين أو am أو are زائد subject زائد verb ing وأخيرا الquestion mark اللي هي علامة الاستفهام إذن بقاعدة المضارع المستمر بصير في عندي تبديل بين الفاعل والأفعال المساعدة is أو am أو are بحالة السؤال كما أن الفاعل يحتفظ بالing في النفي والسؤال مش زي الماضي البسيط أو المضارع البسيط إنه أنا برجع الفاعل لحالة المجردة إنه يكون خالي من أي إضافات أكيد في عنا key words اللي هي مفاتيح الحل أو الدلائل عنا now اللي معناها الآن عنا at this time في هذا الوقت وعنا look ونظر ونلاحظ إنها كمان بتنتهي بعلامة تعجب وفي عنا right now اللي هي حتى الآن وفي عنا be careful كن حذراً وكمان نلاحظ إنها بتنتهي بعلامة تعجب وعنا listen استمع وكمان بتنتهي بعلامة تعجب طبعا علامة التعجب مهمة جداً في هدول الدلائل عنا now days هذه الأيام في عنا this day كمان هذه الأيام وعنا at this moment في هذه اللحظة هدول الدلائل بيدلوا على المضارع المستمر ما يعني فعل يحدث بشكل مستمر يعني إنه في عنا استمرارية في عنا هون ملاحظة مكتوبة بالأخضر بحكي لي في هذا الزمن الكلمة الدالة أولوز تستخدم للحديث عن حدث متكدر بشكل مستمر ولذلك يمكن حلها أيضاً على المضارع المستمر بما معنى إنه إحنا أخذنا أولوز دليل على المضارع البسيط ولكن هاليوم كمان رح تكون دليل من دداء القاعدة المضارع المستمر وهرأ رح نعرف لما كيف بعرف هاي الجملة مضارع بسيط أو مضارع مستمر إذا أجدت عندي أولوز حتى نقدر نبيز بينهم يعني هلا لما تيجي أولوز بين فراغين مثل هدول أنا بحلها على المضارع المستمر ولكن لما تكون أولوز في آخر الجملة تحل على المضارع البسيط وقد تأتي في بداية الجملة وتحل عليه أيضاً يعني لو كانت أولوز هون موجودة بالنص في عندها فراغ بعضها وفراغ قبلها قلص أنا بحلها على المضارع المستمر ولكن إذا وردت أولوز بالجملة في أول الجملة أو في آخرها أنا بحلها مضارع بسيطة رح نأخد الآن أسئلة صحح الفعل بحكي لي هون correct the verb in the practice صحح الفعل في الأقواس number one عندنا I فراغ the letter now هلا بدور دائماً بجملتي أول الحل على مفتاح الجملة طبعاً أنا هون لقيت now now معناها الآن وهي أحد دلائل المضارع المستمر بحط تحتها خط عندي الفعل read طبعاً أنا بعرف أنه أنا بقاعدة المضارع المستمر بعطي إلى I am وبحط للفعل ing فبتصير am reading لأنه الفعل عندنا بين الأقواس هو read دائماً بتطلع ببداية حلي على مفتاح حل موجود في الجملة لما أنا أشوف مفتاح الحل أكيد أنا هيك بعرف على أي قاعدة راح أشتغل ومن ثم بعمل تطبيق عملي لقاعدة مثلاً قاعدة المضارع المستمر بطبق عليها عملياً عن طريق وضع is أو am أو are مع فعل ينتهي ب-ing وأنا هون كان في عندي الضمير i أو الفاعل i حطيت am لأنها بتتلقى معه وضفت للفعل read ing فارت الجملة I am reading the letter now أنا أقرأ الرسالة الآن بـ number two عنا my friend فراغ in the park at this moment وعنا الفعل إبلي دائماً ببحث في جملة t على مفتاح حل عندي at this moment وهي أحد مفاتيح المضارع المستمر بعد ما أدور على المفتاح وألقي بروح ودور عن الفاعل حتى أقرر شو نوع الفعل المساعد يلي راح أستخدمه عنا هون my friend وهي صديقي إذن هو فاعل مفرد لذلك أنا راح أستخدم is وكون القاعدة بتضيف للفعل ing كمان أنا راح أضيف play ing فرح تصير is playing صارت الجملة عندنا my friend is playing in the park at this moment صديقي يلعب في المتنزح في هذه اللحظة انتبهوا منيح أنه الواحد إذا كان حافظت دلائل ولو كان في دلائل مشتركة بين مجموع من القواعد وكان قادر أنه يميز كل واحدة مع مين بتروح وكمان ما بيخربس بين كل قاعدة كيف أنا بطبق عليها عمليا يتأكدوا أنه هيك وحط القواعد بجبتوله صغيرة لأنها كتير سهلة هلأ بالنسبة للمبر ثري عنا my father فراغ the tv now وعنا الفعل watch بدور في الجملة على مفتاح حل مفتاح الحل عندي هو now خلاص أنا هكي عرفت أني راح أطبق على قاعدة المضارع المستمر بدور على الفاعل وحكينا 70% الفاعل بيجي قبل الفراغ طبعاً عنا my father اللي هي أبي وهو فاعل مفرد وعند الفعل من الأقواس اللي هو watch أنا بعرف كيف مطبق على قاعدتي كون الفاعل my father اللي هو أبي وهو فاعل مفرد راح أستخدم وأكيد راح أضيف للفعل watch ing لأن القاعدة هيك التملي عليه صالة الجملة my father is watching the tv now والدي وشاهد التلفاز الآن راح ننتقل لنمبر 4 نمبر 4 بيحكي لنا munna فراغ the lunch at this moment وفي عندنا it بدور على مفتاح حل بالجملة مفتاح الحل عندنا هو at this moment اللي هو في هذه اللحظة بدور على الفاعل الفاعل 60% بيجي قبل الفراغ وهي يومنا بدور على القاعدة وهي قاعدة المضارع المستمر وبالتالي أنا بعرف أنه كون الفاعل عندي مفرد راح أستخدم is وأكيد راح أضيف للفعل ing فرح تصير is eating صارت الجملة عندنا مونا is eating the lunch at this moment مونا تأكل غداءها في هذه اللحظة مهم جدا يا طلاب نكون عارفين شو يعني فاعل وشو يعني مفعول به هل الفاعل هو الشخص يلي بيقوم بالفعل أما المفعول به فهو الشيء الذي حدث عليه الفعل مثلا هم بجملتي أنا بدي أدور على المفعول به فهو الغداء لأنه فعليا الغداء هو الإشي يلي صار عليه عملية الأكل مونا تتناول غداءها في هذه اللحظة عملية التناول صارت على الغداء فبالتالي the lunch هي object object معناها مفعول به بالنسبة لنمبر 5 عنا سامي فراغ math these days في عنا هون not وفي عنا هون learn بحكي لي سامي فراغ maths these days بدور على مفتاح حل بجملتي عندي these days ومعناها هذه الأيام إذن هي ستطبق على قاعدة المضارع المستمر عندي هون not إذن أنا رح أضيف للفعل المستعد not أو ممكن أنا أختصرها وأكيد عنها الفعل بدور على الفعل الفعل عندي هو سامي كونه يجي قبل الفراغ دائما بس أنا أحط الفعل بتأكد أنه برد بقرأ الجملة وحاول أفهم معناها وبتأكد أنه معنى الجملة مستقيم عنا سامي طبعا سامي اسم على مذكار وهو فاعل مفرد لذلك أنا رح أستخدم كونه في عندي هون not يعني ما بحكي isn't يعني ما بحكي is not طبعا إحنا للتسهيل أو للأسراخ خليل نحكي نستخدم isn't وأكيد بضيف للفعل learn ing فبتصير learning حكينا أنه قاعدة المضارع المستمر تختلف عن قاعدة الماضي والمضارع البسيطان لأنه بحالة السؤال وبحالة النفي لا يتم إزالة أي إضافة من الفعل وإنما يبقى الفعل بالإضافة التي كان موجود بها في حالة المثبت يعني أنا كنت بالمثبت بضيف ing للفعل نفس الشي بالصاب بالكوستشن وبالنفي وضيف للفعل كمان ing ما بمسحهم بنسبة لجملة number 6 عنا هدى فراغ right now بدور بجملتي على مفتاح حل وهو now يلي معناها الآن بعدين بروح بدور على الفاعل الفاعل عندي هو هدى هدى اسم علم مؤنات وهو فاعل مفرد إذن راح أستخدم is وكونه ما في هون بين في اللقوس نفسه كلمة not مثل هون فأنا راح جملة راح تكون مثبتة ما راح أستخدم النفي فبحط is وأكيد بضيف للفعل ing فبتصير speaking نقرأ الجملة كمان مرة هدى is speaking right now هدى تتحدث جيدا الآن راح ننتقل لجملة رقم سبعة بجملة رقم سبعة عنا look اللي هي انظر ومنتهية بعلامة تعجب إذن خلاص الدليل إجا لحاله وهو دليل على المضارع المستمر خلينا نكمل الجملة إتفراغ دونت فوركت أم أمريلا هدى في عنا هون أو هذا السؤال هو اختيار من متعدد يعني ضع دائرة هدى أنا كوني بجملة دورت عنا خلينا نحكي مفتاح حل ولقيت look معناها انظر وهو من دلائل المضارع المستمر إذن أنا راح أحل جملة على هاي القاعدة وبالتالي راح أستخدم is أو am أو are وأضيف للفعل ing عندي هون طبعا إت تستخدم للجمادات وهو ضمير فاعل مفرد إذن راح أستخدم is وكوني أنا لقيت الدليل وعرفت إني راح أطبق على المضارع المستمر وبالتالي راح أضيف للفعل verb ing خلينا نشوف الخيرات هلأ بالنسبة للخيار عندي رين طبعا هذا الخيار عندي غلط لأنه مش مضارع بسيط القاعدة وعندي كمان بالجملة look وهو مفتاح حل على قاعدة المضارع المستمر إذن أي غلط بالنسبة لبي عندنا is running طبعا هي فيها استمرالية فيها ing تطبق على المضارع المستمر صح لأنه في عندي بالجملة look وهي أحد دلائل المضارع المستمر بالإضافة لأنه عندي is وإت بتاخد is إذن بي هي الجملة الصحيحة خلينا نشوف الخيار c خيار سي عندنا running طبعا هذا الخيار خطأ لما بصير أنا أحط الفعل مضاف لإنه ing من دون ما يكون معه الفعل المساعد موجود يعني الحصة الجاي رح ناخد قاعدة الماضي المستمر رح يكون في عندنا was aware وبالتالي ing ما بتيجي مع الفعل لوحده من دون ما يجي قبل الفعل is أو am أو r أو was لذلك هذا الخيار خطأ بالمناسبة ing مش محصولة بس بأنه يجي قبل الفعل is أو am أو r أو was رح ناخد لقدام قواعد فيها استمرارية ممكن تكون بتحكي عن التام أو عائلة المستقبل كمان يعني عندنا كتير أفعال مساعدة بيجي معها ing بالنسبة لجملة رقم 8 عندنا مهى فراغ always فراغ here home work واختيار من المتعدد عندنا خيارات أدور بجملة يعني مفتح حل عندي هون always طيب أنا بعرف إنه always بتروح مع المضارع المستمر والمضارع البسيطة وبعرف كيف أميز بينهم حكينا إذا always إجت بأول الجملة أو بآخرها تطبق على المضارع البسيطة ولكن بجملة هون لما تيجي always بالنص بين فراغين فهذا يعني إن رح أطبق على المضارع المستمر إذا أنا هيك عرفت الدليل وكشفت على أي قاعدة رح أحل الخطوة اللي بعدها أدور على الفاعل حتى أعرف أنا شو نوع الفاعل المساعد اللي رح أستخدمه عندنا مهى ومهى اسم عدم مؤنث وهي فاعل مفرد لذلك رح أستخدم is بدور بخياراتي على خيار فيه is ومعه فاعل مضاف له ing خلينا نشوف الخيارات بالنسبة ل a فعنا writing هكينا قبل شوي بفرع سبعة ما بصير الفاعل يجي معه ing بدون فاعل مساعد إذا اي خطأ بالنسبة ل b عنا write لوحدها وخطأ أن الجملة t مش ماضي مش مضارع بسيط هاي شغلة وشغلة تانية مهى فاعل مفرد لو بدي أطبق على قاعدة المضارع البسيط المفروض أضيف للفعل s إذا نفرغ خيار b خطأ نسبة لخيار c is writing صحيح مئة في المئة لأنه مهى فاعل مفرد تاخد is وانا حكيت من خلال الدليل الي كشفتوني أنا بقدر أطبق على قاعدة المضارع المستمر وبالتالي راح أضيف للفعل ing بنسبة لجملة رقم 9 عنا فراغ ثمن فراغ منسف at this moment وعنا الفعل it هلا إحنا هيك رجعنا لصحيح الفعل هلا جملة تنتهي بquestion mark إذا هي جملة خلينا نحكي جملة سؤال هلا بدور بجملة أول إشي على الدليل الدليل عندي موجود بآخر الجملة وهو at this moment يعني في هذه اللحظة أنا عرفت من الدليل أني راح أطبق على المضارع المستمر لذلك ببحث عن الفاعل وبالتالي بعرف كيف راح أحط الخيار عندي مع verb ing أكيد مهم جدا نعرف أنه ذمن معناها رجال وذمان الرجل نفس الشيء ذا ومن اللي هي المرأة وذا ومن النساء راح أحطي راح أكتب لكم ياهم هذول الجموع الشاذر حصة الجاية انشاء لأنه في عند تقريبا خمس كلمات حلو أننا نكون عارفين كيف جموعهم هي جموع الشاذر إنه ما بتنتهي بأس بس أنا أجي أجمعها فبالتالي ذمن اللي هي بالA مش بالA هي الرجال وهي جمع وبالتالي راح أستخدم R أكيد راح أحط R في بداية الجملة وبالفراغ الثاني راح أحط للفعل eat ing نلاحظ إنه حسب ما أخذنا بالترتيب أول الحصة إنه أول إشي بيجي عند الفعل المساعد اللي هو is أو am أو are بعدين الفعل اللي هو subject بعدين verb مضاف له ing لو بدي أرد أرجع أقرأ جملتي فراح تصير Are the men eating men's at this moment هل يتناول الرجال المنثف في هذه اللحظة؟ راح ننتقل الآن ده جملة رقم عشرة جملة رقم عشرة وهي آخر جملة معنا عنا i فراغ my email now بدور بجملتي على مفتاح حل مفتاح الحل عنا هو now وnow معناها الآن إذن أنا هيك عرفت إني راح أطبق على قاعدة المضارع المستمر بدور بجملتي على الفعل حكينا 60% الفاعل بيجي قبل الفراغ الفاعل عنا هو i اللي معناها أنا وهو ضمير فاعل جميع ولكن إله استثناء لعنه إله فعل مساعد خاص فيه وهو am وبضيف للفعل ing بتصير am writing لو بدي أقرأ الجملة كمان مرة بتصير i am writing my email now أنا أكتب البريد الإلكتروني الآن في عنا هون ملاحظتين الأولى بحكي لي هون في الزمن الذي يحوي استمرارية يعني سواء كنت بقاعدة مضارع مستمر أو ماضي مستمر أو أي قاعدة أخرى عند إضافة ing لفعل ينتهي بالحرف e تحدث e ونضيف ing مثلا هون بي write أنا حدفت e وضفت ing مع إنه هو بينتهي ب e بس أنا هون حدفتها لإني بدي أضيف ing بالملاحظة الثانية بحكي لي إذا كان عدد أحرف الفعل 3 أو 4 أحرف ووقع حرف علة بين الساكنين يضاعف الحرف الأخير عند إضافة ing بهاي الملاحظة الأحرف الساكنة هي جميع أحرف اللغة الإنجليزية مع أحرف العلة أحرف العلة هي خمسة هلأ بنشوفهم فإذا كان في عندي حرف علة وقدامه إجا حرف ساكن وبعده إجا حرف ساكن أنا هون بس أضيف ing رح أضطر إني أضاعف الحرف الأخير في الفعل أضاعف يعني بدي أكرره كمان مرة مثلا في عنا هون قدت نلاحظ إنه حرف الجي والتي جاي بينهم حرف الإي حرف الإي هو أحد أحرف العلة الجي حرف ساكن والتي حرف كمان ساكن والإي حرف علة لاحظ هون بصفنا لها ing ضاعفنا الت كمان مرة صارت getting لاحظوا إنه صار في عنا double t نفس الشي بالفعل tab إجا عنا ال a بين ال p وال t لاحظ إنه t حرف ساكن وال p حرف ساكن صارت tabbing حروف العلة هي a وال o وال e وال i وال u طبعا بنت تدورت على رسمة يعني ممكن تكون قريبة شوي على هدول الأحروف وما لقيت غير هاد ال smile فعنا هون حرف ال a وعنا حرف ال i وعنا هون حرف ال u لشكل ابتسامة وعنا حرف ال i والدائرة الكبيرة هي حرف ال o هم خمس أحرف لازم نتذكر بنيح إن هون خمس حروف بحكي لي هون انتبه الفعليت الفعليت يمكن بعض الطلاب يروحوا يضعفوا حرف t لإنه إجا ال a بين t وال i بس ما ننسى إنه حرف ال i كمان هو حرف علة يعني إن هون إجا عندي حرف علة اللي هو ال i وحرف علة بعدي اللي هو ال i فأنا ما رح أضاعف الت ووصني الفعليت كلياته ما بطبقوا على هاي الملاحظة لأنه يحوي حرفي علة بداية الكلمة لا يضاعف الحرف الأخير رح ننتقل الآن لآخر شي بحصتنا وهو حل أسئلة correct the verb عنا سبع جمل رح نحلهم على أسئلة الضع دائرة أو الاختيار من متعدد نمبر ون عندنا now the women فراغ lunch هلأ بدور في جملتي دائما على مفتاح حل مفتاح الحل عندنا هو now now معناها الآن وأنا حكا بعرف إنه هي أحد مفاتيح الحل الخاصة بالمضارع المستمر بدور على الفاعل بجملتي الفاعل 60% بيرجي قبل الفراغ عندنا الفاعل the women كونه في عيني إذن هي النساء مش المرأة إذن هي جمع هلأ بدور بخياراتي على الفعل المساعدة اللي بيجي مع الفاعل الجمع وهو R ومعها فعل ينتهي بING بالنسبة للخيار عندنا prepare خطأ لأنه هاي القاعدة مش مضارع بسيطة بالنسبة للخيار B في عنا R preparing وهي صحيحة 100% لأن the women بتاخد R وأنا عندي هون للفعل ING إذن ربي هي الخيار الصحيح بالنسبة للسيبري بيرد هي ماضي بسيط وأنا قاعدتي أبدا مش ماضي وإنما هي مضارع ومستمر أيضا بالنسبة للنبر تو عندنا listen someone for the door بدور في جملتي على مفتاح حل ومفتاح الحل إيجا بأور الجملة وهو listen ومعه علامة تعجب إذن هو أحد مفاتيح الحل الخاصة بالمضارع المستمر بدور على الفاعل لأنه هون some one دائماً اتأكدوا تماماً إن some one تعامل معاملة المفرد لأنه معناها شخص فأنا هون بالتالي بحكي عن مفرد لذلك أدور عن is وكون الجملة فيها مفتاح الحل اللي هو listen إذن أنا هون رح أبحث عن استمرارية وبالتالي is ومعه فعل منتهي بing هلأ بنسبة للخيار in knock خطأ لأنه أنا جملتي مش مضارع بسيطة أما الخيار in knocking ما بيصير الفعل يكون مضاف لإله ing بدون فعل مساعد إذن خطأ أما الخيار c فهو صحيح مئة في المئة وهي is knocking يقرع الباب بيهمني كثير نكون عارفين إن noc معناها يقرع وكمان نكون عارفين شكل هذا الفعل لأنه مهم انتقلنا الآن لجملة رقم ثلاثة بيحكي لي the people for the cars with the bus nowadays هلأ بدور بجملة على مفتاح حل عندي مفتاح الحل nowadays وهي معناها هذه الأيام وأحد الدراء الخاصة بالمضارع المستمر بدور بجملة على الفاعل عن the people اللي هي الناس وهو فاعل جمع إذن أنا بالتالي رح أستخدم R ومعه فعل مضاف لإله ing بدور بي الخيارات على R معها فعل منتهي بing بالنسبة للخيار A replacing خطأ ما بصير تكون replacing لوحدها منتهية بing لازم يكون معها فعل مساعد الخيار B replace خطأ أنا قاعدتي مش مضارع بسيط وهي مضارع مستمر أما الخيار CR replacing صحيحة مئة في المئة وما ننسى إن كلمة replace معناها يستبدل رح ناخدها لقدام إن شاء الله بس نبلش في الفقرات بالنسبة لجملة رقم أربعة بحكيري there never his home now بدور بجملة على مفتاح حل مفتاح الحل هو now ومعناها الآن بدور بجملة على الفاعل الفاعل there never ومعناها jer home يعني فاعل مفرد بدور على is هلأ يمكن في بعض من الطلاب إنه شافوا there اللي هو ضمير الملكية الخاص بذي حكالك خلص جمع لا بس هذا ضمير ملكية يعني إنت هون بتحكي عن الإشي اللي هما بيملكوه لو كان الإشي اللي هما بيملكوه مفرد إذن خلص فاعل مفرد لكن لو كان الإشي اللي هما بيملكوه جمع إذن هو فاعل جمع هون مثلا their neighbor jar home يعني هم عندهم بس جار وحيد لكن لو كانت their neighbors اللي هي جيرانهم فهي فاعل جمع والتالي في عنا هون فرق مش معناته إنه أنا ضميري للملكية عندي مفرد أو جمع خلص إنه هي رح تكون مفرد أو رح تكون جمع لا أنا هون لازم أطلع على نوع الملكية لأنه هي تقريبا نوع من أنواع المضاف المضاف إليه خليلا نشوف الخيارات هلأ عندي هون a expand خطأ لأنه هي مش مضارع بسيط مضارع مستمر b اللي هي is expanding صحيحة مئة بالمئة لأنه حكينا their neighbor jar home وهي مفرد b c خطأ مش expanding لأنه ما بصير تنتهي بإنجيلة واحدها بدون فعل مساعد بنسبة للمبر 5 عندي listen ومنتهية بعلامة تعجب طبعا إيجا بأول جمرة دليل أو مفتاح الحال خلص أنا رح أحل على المضارع المستمر بحكي لي هون children فراغ football in the street وعندي هون not وعنه هون play هلأ لسه نري هي استمع أو اسمع منتهية بعلامة تعجب إذن أحد الدلائل على المضارع المستمر وبالتالي رح أطبق على is أو am أو are ومع not لأنه في عندي هون في الأقواس not إذن أنا هون رح أستخدم النفي بجملتي وأكيد رح أضيف للفعل ing فرح تصير or لأنه الفاعل عندنا children وchildren معناها أطفال أي أنه جمع وبالتالي أن رح أستخدم or ورح أضيف للفعل اللي هو play ing طبعا كونه النط عندي موجودة فأنا هون رح أن فيه فرح تصير صارت جملتي listen children aren't playing football in the street استمع الأطفال لا يلعبون كرة القدم في الشارع رح ننتقل للجملة اللي بعدها وهي جملة رقم ستة بالنسبة لجملة رقم ستة عندي I فراء this book now ودور على مفتاح حد بالجملتي مفتاح الحل هو now إذن أنا هون رح أطبق على المضارع المستمر ودور على الفاعل الفاعل عندي هو I وهو ضمير فاعل جمع إذن رح أستخدم M لأنه I لها فعل مستعد خاص بها وهو M وأكيد رح أدور على فاعل ينتهي ب-ING خلينا نشوف الخيارات هلأ بالنسبة لخيار read خطأ لأنه قاعدتي مضارع مستمر مش مضارع بسيط بالنسبة للخيار ب-am reading صحيحة 100% أجت-am الخاصة ب-I وبالإضافة أنه الفعل متهي ب-ING الخيار C reading خطأ ما بصير ينتهي ب-ING لوحده بدون فاعل مساعد أفواً بنسبة لجملة رقم سبعة وهي آخر بجملة بحيثتنا لليوم بحكي لي the worker Farag at this moment he eats his lunch بدور على ضمير أفواً على مفتاح حل بجملتي وهو at this moment يعني في هذه اللحظة إذن هو خاص بقاعدة المضارع المستمر بدور بجنبتي على الفاعل الفاعل هو the worker وهو العامل ونلاحظ أنه مش the workers يعني ما أضفلها S الجمع وبالتالي هو فاعل مفرد أنا هون بحكي عن the worker اللي هو العامل الواحد لذلك رح أستخدم as ومضاف لإلها ING خلينا نشوف الخيارات هلأ بنسبة للخيار a work خطأ ما بطبق على المضارع البسيط شغلة ثانية أنا عندي the worker هو فاعل مفرد لو كنت رح أطبق عليها كنت رح أضيف لwork الاس إذن A خطأ مئة في مئة نسبة للخيار b works كمان خطأ لأني أنا هون رح أطبق على المضارع المستمر وآخر الخيار isn't working صحيح مئة في المئة إيجا تقز عندنا يلي بتروح مع the worker الفاعل المفرد والفاعل المنتحي بING صارت جنبتي the worker isn't working at this moment he eats his lunch بحكي لي العامل لا يعمل في هذه اللحظة هو يتناول غداءه هيك حاستنا اليوم بتكون خلصت بتمنى تكونوا بتستفيدوا وستوا قادرين شوي يتميزوا بين القواعد الثلاث يلي احنا أخذناهم بتمنى تحكوا لأصحابكم وزملائكم عن القناة وعن الشرح حتى يوصل لأكبر عدد ممكن من القناة وما تنسوا تشتركوا فيها حتى تنزل عندكم وكل الحصاص رب يعطيكم الصحة والعافية